بدعوة من 900 عضو في حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم في دولة الاحتلال بزعامة بن يمين نتنياهو يجتمع أعضاء الحزب اليميني المتطرف غدا للتصويت على قرار ضم الضفة الغربية بما فيها القدس إلى دولة الاحتلال من أجل تمريره إلى الكنيسة الإسرائيلي للتصويت عليه محللون فلسطينيون قالوا إن الظروف السياسية المحيطة مهيئة تماما لهذا القرار حزب الليكود يعمل على ذلك وحزب الليكود من الواضح أنه يريد أن يربح ناخبين جدد من جاء أخرى هو يريد أيضا أن نستغل الظروف الدولية الحالية من تفكك العالم العربي وكل الجهات التي تكبح جباحه ويبدو أن قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارة الأمريكية إليها مهد الطريق لاتخاذ قرارات أخرى من شأنها أن تسرق المزيد من الأراضي رغم ذلك فإن محللين سياسيين يعتقدون أن ما يجري على أرض الواقع من تأسيس لدولة أبرتايد هو أخطر من هذه القرارات بكثير الأخطر من ذلك ليس المدولات بل ما يجري على الأرض على الأرض إسرائيل تنفذ عمليا حل الأبرتايد شطب حل الدولتين يعني أنها ماضية باتجاه التحول إلى دولة تمييز عنصري واضح وهي دولة يهودية قومية كما تعرف نفسها أو كما ستعرف نفسها الفلسطينيين هم سكان محشورون في معازل وقتهات ليس لهم أي حقوق سياسية وإنما تقتصر حقوقهم على إدارة شؤونهم الداخلية المحلية يشار إلى أن ما سيتم التصويت عليه غدا هو ضم مناطق جيم التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية حيث سيقرر فرض القانون الإسرائيلي على الضفة والقدس المحتلة وإطلاق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما من مدينة رام الله وفاء عاروري تلفزيون وطن موسيقى موسيقى موسيقى